بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثاني برنامج الدراسات الإسلامية والقرآن أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات مقرر الفكر الإسلامي وكنا عزيزي الدارس وضعنا عليك في الحلقة الماضية عددا من التدريبات ووعدناك باستعراض الإجابة عنها في هذه الحلقة والإجابة هي التدريب الأول المطلوب فيه توضيح المقصود بالمتغيرات والإجابة هي المتغيرات هي المسائل والأحكام التي يجوز فيها التغيير والتبديل بحسب الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال والعوائد والنيات لدخولها ضمن منطقة العقل وموارد الاجتهاد التدريب الثاني المطلوب فيه توضيح منطقة الشؤون الدنيوية والإجابة هي منطقة الشؤون الدنيوية هي المنطقة السادسة من مناطق المتغيرات في المساحة الخالية من النصوص وهي أكثر المناطق وضوحاً في تغييرها وأوسعها مساحة وهي ضمن المناطق التي تتغير فيها الأحكام بحيث تدور مع الإلة وجوداً وعدماً وهي منطقة المهن والتخصصات البحثة التي لا صلة للنصوص بها وتضم أيضاً معظم المسائل المباحة في الحياة ولهذا سكت عنها النص وتسمى هذه المنطقة بمنطقة العفو إذ الأصل فيها الإباحة قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعها وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها عزيزي تاريس وبعد أن نستعرض الإجابة عن تدريبات الحلقة الماضية نبدأ بحلقة اليوم والتي هي بعنوان الجمع بين الثوابت والمتغيرات ويتوقع منك عزيزي تاريس بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تكون قادراً على تحقيق الأهداف الآتية واحد تعلل الجمعة بين الثوابت والمتغيرات اثنان تعدد وتوضح أواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات والتحقيق هذه الأهداف سنستعرض في هذه الحلقة عدداً من الفقرات وذلك كالآتي واحد الجمع بين الثوابت والمتغيرات الجمع في تكوين الإسلام بين الكمال والتجدد الجمع في تكوين الشخصية المسلمة بين المشتركات الإنسانية والخصائص الفردية الجمع في بناء الأمة بين الوحدة والحرية الجمع في كيان الأمة بين الاستقلال والانفتاح والآن عزيزي تاريس نبدأ معك بالفقرة الأولى والتي هي الجمع بين الثوابت والمتغيرات نفترض أن هناك من يسأل من المشاهدين الكرام عن الحكم والعلل المقصوطة من جمع الإسلام بين الثوابت والمتغيرات وماذا سيكسب الإسلام والمسلمون من هذا التوازن بين الثوابت والمتغيرات عزيزي تاريس إن هذا الدين خاتم الأديان ولذلك فإنه دين عام للناس جميعا وكذلك شامل لكل ميادين الحياة وكذلك لزواياها وماذا مديننا لجميع البشر مهما تباعدت الديار والبلبان ومهما طال الزمان فإن الإسلام لا بد من أن يملك القوة التي تمنحه البقاء والخلود بدون طبعا تراجع أو جمود بحيث يستمر في تطوره ولا تتوقف مرونته في أي عصر فكان هذا الجمع الرباني الحكيم بين الثوابت والمتغيرات والذي يستفيد منه الإسلام والمسلمون وتستفيد منه أيضا الشخصية المسلمة وكذلك الأمة الإسلامية ومن هذه الحكمة الكلية تتفرع عدد من المصالح وهي كالآتي ألف الجمع في تكوين الإسلام بين الكمال والتجدل باء الجمع في تكوين الشخصية المسلمة بين المشتركات الإنسانية والخصائص الفردية جيم الجمع في بناء الأمة بين الوحدة والحرية دال الجمع في كيان الأمة بين الاستقلال والانفتاح سنتناول هذه المصالح بشيء من التفصيل ونبدأ بتوضيح أولى المصالح وهي الجمع بين تكوين الإسلام بين الكمال والتجدد وذلك من خلال الفقرات الآتية عزيزي الدارس مع الكم الهائل بل والهادر من الطباع المتنافرة والمختلفة بين الشعوب هذه الأرض أرسل الله تعالى إليهم هذا الدين إذن ما هي الصيغة الدينية التي تناسب كل هؤلاء إن هذا الدين العظيم الذي جاء من الخالق سبحانه صاحب العلم وصاحب العلم المطلق بخلقه تشريع حكيم ولذلك كان هذا الدين الجامع بين مساحات ثابتة ومساحات شاسعة متغيرة ويجب أن يجمع هذا الدين أيضا بين الكمال الذي يجب كل هذه الشعوب إليه ويدفعها إلى ترك ثقافاتها وحضاراتها المتنوعة ولا سيما أن بعضها وصل مدى بعيدا في التقدم المادي بالقياس البشري فما الذي سيدفعها لترك حضارتها إن لم ترى العظم المتجسدة في كمال هذا الدين وقد كان فمنذ ما يزيد عن 1400 سنة نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الكمال الذي يتغلغ في التفاصيل من المستحيل حدوثه طبعا في البشر ولو افترضنا وقوعه فسيحتاج إلى أسفار ضخمة سيموت الإنسان قبل أن يحيط بها علما وسيجعل الناس قوالب جامدة يشبه بعضها بعضا وهذا يتنافى مع تكريم الله تعالى للإنسان وتميزه بملكة العقل وهذا لن يعجب البشر ولهذا فإن الكمال المشار إليه في الآية هو اكتمال الأصول والكليات والمقاصد التي تشكل هيكل هذا الدين العظيم بدلالة أن الشضر المذكور من الآية جاء جزءا من الآية التي أوردت أهم المحرمات للمأكلات قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبها على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورغيت لكم الإسلام دينة وهذه المحرمات هي من المعلوم تحريمه بنص القرآن أي أنها من الثوابت وبالتالي فإن الآية تؤكد كمال ثوابت هذا الدين وهي في القرآن وهو خالب بخلود الله تعالى الذي تعهد بحفظه قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وبهذا الجمع منح الله تعالى لهذه القوة الذاتية الناتجة عن كماله وشموله ما يمثل جاذباً قوياً للناس إلى حديقة هذا الدين المليئة بالثمار والورود والشجر المختلفة الأحجام والألوان والأطعمة والروائح حتى تلبي حاجات هذا الكم البشري الضخم من امتلاكه إمكانات التجدد الدائم بسبب المرونة الواسعة في مساحات المتغيرات وهي الأكبر ضمن منظومة هذا الدين وهكذا فإن مصطر ثوابتي هذا الدين هو القرآن ولذلك قال الله تعالى عن القرآن الكريم قال تعالى وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ فكل شيء هنا هو الكليات والأصول وكذلك القواعد أما المتغيرات فمصطرها هو العقل الذي يستنبض الجزئيات في ضوء الكليات والفروح في ضوء الأصول والوسائط في ضوء المقاصط ويقرأ الضمنيات في ضوء القطعيات وبهذا يجمع الإسلام بين النقل وبين العقل مما ينعكس إيجابا على تكامل هذه الأصالة وكذلك المعاصرة الدنيوي والأخروي الدين والعلم إذن الثوابت تمنح الإسلام الكمال وكذلك القوة الذاتية والمتغيرات تمنحه التطور والتنوع والجاذبية وبهذا لا يمكن أن يتجمد الإسلام عن استيعاب التحديات والمتطلبات المستجدة ولا يمكن في ذات الوقت أن يستجيب لأهواء البشر لأن ثبات أصوله وكلياته ومقاصطه يحفظ للأمة سيرها الصحيح وعدم انحرافها عن الصراط المستقيم وفي هذا السياق جمع الله تعالى لأمة الإسلام بين منحتين هما المنحة الأولى منحة عدم اجتماع الأمة على خطأ بسبب الثوابت التي تظل حجة على المسلمين وليسوا حجة عليها حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمة على ظلالة المنحة الثانية منحة التجديد الدوري بسبب الإمكانات التي تحملها منطقة المتغيرات قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لي هذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها ونراحل أنه قال صلى الله عليه وسلم دينها ولم يقل الدين بمعنى أن التجديد يلحق بالمتغيرات وهي التي تضاف إلى المسلمين لأنها من اجتهادهم بغرض تجديد حياتهم وعدم تعرضهم للجمود والثبات عزيزي التالس كان ذلك عن الجمع في تكوين الإسلام بين الكمال والتجدد والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية إن وضح من خلالها المصلحة الثانية وهي الجمع في تكوين الشخصية المسلمة بين المشتركات الإنسانية والخصائص الفردية إن الإسلام لكل البشر بكل ما فيهم من صفات وخصائص مختلفة وبكل ما يملكون من خصائص وقواسم مشتركة لقد عرفت أن إحدى مناطق الثوابت الإسلامية هي المشتركات الإنسانية والقواسم الجامعة لهم أي الصفات والخصائص التي لا تنفك عنهم مهما اختلفت مستوياتهم سواء المستويات العلمية أو غيرها وانتماءاتهم العرقية ومرجعياتهم الثقافية لأنها جزء من تركيبتهم الأصلية التي خلقهم الله عليها أول مرة ولا يؤثر هذا على الخصائص أو الطباع أو الطباع تغير الزمان أو المكان ولكي تنمو الشخصية متوازنة وتصبح إيجابية تمتع بقدر كبير من التأثير والفاعلية وصناعة الحياة لا بد أن تنمو عندها مجموعة من الخصائص في اهتجاهين يبدوان لأول وهلة كأنهما متبطان أو نقضان وهما أول الخصائص الفردية وهي التي تبرز أو تبرز مواهب الفرد المختلفة عن غيره حتى يصل بها إلى ذروة كمالها وتصل به إلى ذروة فعليته بحيث يأخذ مكانه المميز في هذه الحياة ثانياً الخصائص الاجتماعية وهي مجموعة الصفات الاجتماعية التي تحوله من كائن فردي مختلف في المواهب والطاقات والقدرات إلى كائن اجتماعي مؤتلف في وسط المجتمع الذي ينتمي إليه بحيث أن تميزه فيهم لا يدفعه عن التميز عنهم أو يدفعه إلى التميز عنهم بمعنى حمله لخصائص الشخصية للفرد في الوسط الاجتماعي بحيث يملك القدرة على الاندماج الاجتماعي مع ممارسة التأثير الإيجابي وبهذا الجمع بين الخصائص الفردية والخصائص الاجتماعية يكسب المجتمع المسلم أرقاماً صحيحة بدون خروج على ثوابت المجتمع وهكذا فإن الثوابت تصوغ الجانب الاجتماعي في الفرد وتنمي استعداداته الفكرية والوجدانية للإتلاف مع غيره من الأفراد في جسم الأمة مهما كانت مكانته أما المتغيرات فهي تذكي التنافس على الإبداع والتميز والفاعلية عبر اكتشاف الطاقات والمواهب وسقلها والوصول بها إلى كمالها البشري الممكن عزيز الدارس كان ذلك عن الجمع في تكوين الشخصية المسلمة بين المشتركات الإنسانية والخصائص الفردية والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية نوضح من خلالها المصلحة الثالثة وهي الجمع في بناء الأمة بين الوحدة والحرية اتفقوا علماء الفكر والنهوض الحضاري على أن أهم شروط النهوض لأي أمة شرطان هما الوحدة والحرية ويمكننا اعتبار الوحدة والحرية جناحين لا يمكن لأي أمة تحقيق النهوض الحضاري بدونهما وهذا الجمع بين هذين الجناحين في ثقافة هذه الأمة هو أحد ثمار التزاوج بين الثوابت والمتغيرة ولأن الأفراد ما هم إلا لبنات في صرح هذه الأمة فإن اللبنات القوية تعني وجود أمة قوية ذات حضارة شامخة إن ثوابت هذا الدين والتي تعمل على إيقاظ القواسم الإنسانية المشتركة وتربية الشخصية المؤتلثة توجد أساسا متينة لوحدة هذه الأمة ولأن وحدة الأصفار لا تصنع قوة ولا فاعلية فإن المتغيرات بمناطقها الواسعة تسمح للعقل بالتفكير والبحث والتأمل والدراسة والتمحيص وكذلك للسام بقول الآراء والأفكار والأقلام بالكتابة والتأليف والتجديد ومن هذه البيئة يتخرج الفاعلون والعباقرة لأن سقف التوابت المرتفع يسمع لهم بالتعملق وصناعة القامات الكبرى التي تثري الفكرة وتجدد الحياة هذه الحرية المنضبطة بالثوابت وهذه الوحدة التي لا تقول بالأفراد ولا تمارس معهم القهر والقسر وهم من ثمار التعانق بين الثوابت والمتغيرات كلاهما كثيل بقوة هذه الأمة وبفعليتها الحضارية ولهذا عندما كانت خارطة الثوابت والمتغيرات في القرون الخيرية الثلاثة الأولى من عمرها كانت قوية بدون ضغيان موحدة بدون استبداد حرة بدون فوضى متنوعة بدون تناقض متعددة بدون افتراق عزيز الدارس كان ذلك عن الجمع في بناء الأمة بين الوحدة والحرية والآن ننتقل للفكرة الآتية ننوضح من خلالها المصلحة الرابعة والأخيرة وهي الجمع في كيان الأمة بين الاستقلال والانفتاح إن امتلاك الإسلام المساحة ثابتة تضم أصوله وكلياته ومقاصده وقطعياته يعني أن أمة المسلمين ستكون ذات هوية مستقلة متميزة وذات شخصية عالمية واحدة ستكون من القوة والفاعلية بحيث تكون مرهوبة الجانب أما امتلاك هذا الدين مساحة واسعة جدا من المتغيرات ذات الخصائص المرنة فستحول دون تحول الهوية المميزة للأمة إلى بعث للغزو والتدمير للآخرين كما فعلت الثقافات التي بالغت في هذا الأمر كالثقافة النازية التي تدرقت في تعصبها للقومية الآرية والشعب الألماني خاصة زاعمة أن الدماء الزرقاء تجري في عروقه وأن كل شعوب الأرض دون هذا الشعب وبالتالي ينبغي أن تكون أوروبا سيدة العالم وتكون ألمانيا سيدة على أوروبا وستؤدي مناطق المتغيرات المرنة إلى التفاعل الإيجابي مع الأمم والثقافات الأخرى فالمسلم يملك الحقيقة المطلقة في تصوره الديني الراسل للثوابت ولسيما في دائرة الغيبيات عالم الغيب ولذلك ورد قوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلى الضلال فأنا تصرفون أما في شؤون الدنيا من علوم وتكنولوجيا وخبرات بل وفي الأفكار والعلوم الإنسانية والنفسية والاجتماعية مما يدخل تحت مناطق المتغيرات فالمسلمون لا يملكون هذه الحقيقة المطلقة بل تسري عليهم وعلى غيرهم قوانين الله تعالى وسننه وسننه وتتقلب عليهم السنوات بحسب مدى تفاعلهم مع السنن التقدمي أو التخلف التحظوء أو البداوة التوحد أو التمزك القوة أو الضعف الفاعلية أو الغثائية وهذا يفتح أمام المسلمين أبواب الاقتباس والتفاعل الحضاري للاستفادته من كل ما هو إيجابي عند الآخرين مهما كانوا وأينما كانوا فلسان حال المسلم في هذا الإطار هو حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الحكمة ظالة المؤمن أن ويدها فهو أحق الناس بها وهكذا فإن تعانق الثوابت والمتغيرات ينعكس إيجابا على علاقة أمة المسلمين بسائل الأمم فإن الثوابت بجانب إيجادها للوحدة توحد الشعور بالاستقلال والتميز حتى ولو كانت دولة المسلمين ضعيفة أما المتغيرات فتوجد الأرضية المناسبة للتفاعل الحضاري وهذا يعني أن الثوابت تحول دون قبول الغزو العسكري أو الثقافي أما المتغيرات فتحول دون الإنفلات وتفتح أبواب التفاعل الحضاري وهناك فرق كبير بين الغزو الثقافي والتفاعل الحضاري كما سيأتي لاحقا عزيزي الدارس كان ذلك عن المصالح من الجمع بين الثوابت والمتغيرات والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها عواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات قد عرفت عزيزي الدارس أن جمع الإسلام للثوابت والمتغيرات في خارطته أهم خصائصه أهم خصائصه العظيمة إذ أن هذا الجمع كانت له فوائد جمة عادت على الإسلام أولا وعلى تكوين الفرد المسلم ثانيا وعلى حيوية الأمة وفعليتها ثالثة وعلى علاقتها الخارجية بامتلاكها لمعادلة الجمع بين الهوية المستقلة المميزة والإنفتاح على الآخرين بما في ذلك من تفاعل حواري مشترك يعود بالخير على الطرفين ولكن أي خلط بين الثوابت والمتغيرات سينعكس سلبا على الكثير من القضايا الثنائية التي ستتعرض للخلط والاختلال بدورها لأن النتائج من جنس المقدمات وأهم العواقب بسبب الخلط بين الثوابت والمتغيرات هي واحد الخلط بين الدين والتدين اثنان الخلط بين الوحدة والقولبة ثلاثة الخلط بين الإبداع والابتداء أربعة الخلط بين الاتباع والتبعية خمسة الخلط بين الاقتباس المفروض والذوبان المرفوض وإليك عزيز الدارس توضيحها باختصار مبتدئين بالخلط بين الدين والتدين إن الدين هو القرآن الكريم كما أنزل وصحيح السنة النبوية كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع والبلاغ عن الله تعالى أما التدين فهو طريقة فهم المسلمين الإسلام وطريقة تطبيقهم له في واقع الحياة ومن هنا نلحظ أن الدين إلهي وأن التدين بشري وعليه فإن الدين مطلق الصواب والكمال بينما التدين نسبي والدين ثابت بينما التدين متغير سواء في اتجاه التطور في مراحل تقدم المسلمين أو في اتجاه التراجع في مراحل التخلف الحواري وبناء على ذلك فإن الدين فرض إلهي واجب التطبيق في كل عصر ومصر أما التدين فهو كسب بشري نسبي يمتلك الكثير من مساحات الصلاح لكنه يحمل الكثير من المفردات الخاطئة أو قد تكون صالحة في زمانها ومكانها لكنها لن تكون كذلك في زمان ومكان آخرين ولسيما بعد مرور قرون من الزمان على هذا التراث هذا الخلط هو الذي يجعل تيارات واتجاهات إسلامية اليوم تتعامل مع المناطق التي أوردناها ضمن المتغيرات كأنها دين يجب أن يعض عليه المسلمون بالنواجد مما ساعد على وصول أجزاء من الأمة إلى عدد من الصور الإغترابية من صور الإغتراب التاريخي بمعنى أن الشخص يفكر بعقول السلف ويسمع بآذانهم ويبصر المتغيرات بعيونهم وليس بمنهجهم الذي يراعي اختلاف الأزمنة والأمكنة هذا نتيجة النظرة إلى المتغيرات بمنهج الثوابت وهؤلاء هم الجامدون وفي الطرف الآخر نظر المتغربون من المسلمين إلى الثوابت بمنهج المتغيرات بالعكس تماما وأوصل مجامعنا الأمة إلى الذوابان في الغرب وتقديس ثقافته بحيث أصبحوا يقيسون كل شيء بمقاييس الغرب مما يعني أن هؤلاء عطلوا أجهزة الوعي التي زودهم الله بها فصاروا يفكرون بعقول الغربيين ويرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم وبهذا خشرت الأمة طاقاتها العقلية لصالح التقليد إذ أطفأ الطرفان قناديل عقولهم ويعطينا قيادهم للتقليد التاريخي الأصم والتبعية التغريبية العمياء ومن تداعيات الخلط بين الدين والتدين الآتي الخلط بين العقيدة والفكر الخلط بين الشريعة والفكر تخيلوا معي ماذا سيحدث عندما تنتقل قداسة الوحي أي العقيدة والشريعة إلى التراث أي الفكر والفكر هذا يعني الجمود عند اجتهادات السلف والتعامل مع علماء السلف كأنهم مشرعون كأن الله قال وما آتاكم المجتهد الفلاني فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو أو كأنه قال عن كتب أولئك الأعلام الكبار لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها مع أن أولئك الرجال منتصروا للدين وليس لمذهبهم وروي عنهم جميعا غضبهم عندما كان أحدهم يسأل ما رأيك بعد أن يأتي بآية أو حديث لأنهم ليسوا مشرعين وإنما مساعدون لمن لم يسعف علمه في فهم النص مع تأكيدهم جميعا على حرم التقليد وجواز الاتباع لغير العلماء والفرق بين التقليد والاتباع هو فرق بين الانحياز للنص القدسي والتعصب للشخص لأن التقليد يقوم على معرفة الحكم الشرعي من فهم العالم دون سؤاله عن التليل من الوحي أما الاتباع فيكون باتباع أو فتوى العالم مع معرفة تليله القرآني أو النبوي أو المقاصطي وبهذا يكون المتبعون منهجيين ويكون المقلدون شخصانيين أما العاقبة الثانية من عواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات فهي الخلط بين الوحدة والقولبة إن من حكمة الله تعالى في المزاوجة الحكيمة بين الثوابت والمتغيرات توفر جناحي النهوض الحضاري لأي أمة وهما الوحدة والحرية الوحدة تتأسس على الثوابت والحرية تتأسس على المتغيرات أما عندما يقع الخلط بين الجامدين فإن كثيرا من المتغيرات تصبح ثوابت وبالتالي يتم الحجر على العقل ويمنع من الاجتهاد ويمنع من الاجتهاد وإذا حاول التفكير يوضع في قفص الاتهام مما يؤتي إلى تجميد الحياة وإظهار الإسلام وكأنه دين عاجز عن استيعاب التحديات والتطورات المستجدة أو المستجدة ولأن الثوابت هي التي توفر أسس الوحدة بين المسلمين مهما اختلفت قومياتهم ومذاهبهم وطوائفهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية فإن التفريط بهذه الثوابت هو تفريط بهذه الوحدة أما توسيعها على حساب المتغيرات بتحويل كثير من المناطق والموضوعات المتغيرة إلى ثوابت سيلغي الحرية وما ينتج عنها من تعدد متكامل وتنوع متنافس على البناء والابتكار والتجديد وبالتالي ستتحول الوحدة إلى محاولة لقولبة المسلمين مما سيترك الكثير من ثغور هذا الدين الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بلا حراسة لأن هذه الجبهات تحتاج إلى التنوع والإبداع والفاعلية وبدون حرية لا وجود لهذا الثراء والإبداع لا في الناحية العلمية ولا العملية ومن يعملون على تحويل المتغيرات إلى ثوابت بحجة توحيد الأمة لأن المتغيرات تعني التعدد والتعدد عندهم يعني التفرق كمن يلغي أعضاء جسم الإنسان وحواسة لأنها مختلفة لكنه لا يفتني لأنها رغم اختلاف أشكالها وأحجامها ووظائفها ومواقعها في الجسم تؤدي وظيفة متضامنة ومتكاملة إن هذا الخلط يوقع أصحابه في خلط آخر وهو الخلط بين الاختلاف المشروع والتفرق المذنوم وهو معضلة كبيرة ذات مظاهر عريضة وتداعيات أيضا خطيرة ولخضورة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على اتجاهات التدين في العالم الإسلامي أو ما تسمى بالصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذنوم وهكذا فإن الخلط بين الثوابت والمتغيرات يساهم في تآكل تيارات الأمة وصناعة قثائيتها فتغيير ثوابت الأمة يلغي أسس وحدتها وهذا التفرق المنهي عنه إما يثبت متغيراتها فيؤتي إلى تجميد الحياة وقولبة المسلمين وإلغاء الفروق بين الأفراد ومشاطرة سنة المدافعة الملهبة للحماس والدافع نحو التنافس لابتكار الأفضل والأحسن أما العاقبة الثالثة من عواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات فهي الخلط بين الإبداع والابتداء إن إحدى ثمار مزاوجة بين الثوابت والمتغيرات التكامل بين النقل والعقل أما الخلط فإنه يدفع بهما من دائرة التكامل إلى دائرة التآكل سواء جاء الخلط من هذا الاتجاه أو من ذاك فالتقليديون بحجة الانتصار للنقل يحاصرون العقل بالجدران ويقيدونه بالأغلال ويحيطونه بالتوجس والاتهام ويضعونه تحت مجهر المراقبة ومن ثم فإنهم يمنعونه من أي محاولة للتجديد والإبداع بحجة أن الإسلام دين كامل وأن الأولين من علماء المسلمين لم يتركوا للآخرين شيئا للآخرين شيئا وإذا أصر هذا العقل على التفكير فإن نتاجه سيكون بدعة دون تفريق بينما يفكر في إطار الثوابت فينطبق عليه هذا الوصف ومن يفكر في إطار المتغيرات فلا يكون مبتدعا بل مبجعا والفرق بينهما كبير فالمبتدع آثم أما المبدع فإنه مأجور لأنه سيبتكر للمجتمع المسلم ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة الحسنة أما العاقبة الرابعة من عواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات فهي الخلط بين الاتباع والتبعية في الموقف من التراث يقع الجامدون في معضلة أخرى إذ يتعاملون مع التراث سواء كان فكرا وفقها أو سلوكا كأنه مقدس ولا سيما في القرن الهجري الأول ومن ثم نجد من يستدلع على حل أي شيء أو حرمته بأقوال وأفعال لبعض السلف وخاصة في الفقه السياسي لقد تجمد الفقه السياسي لأسباب كثيرة من أهمها هذا التقليد التبعي لبعض اجتهادات السلف وتصرفاتهم الدنيوية البحتة هذا على افتراض أنهم مشرعون وعلى سبيل المثال عندما ناقش بعض علماء الفقه السياسي حكم استقالة الحاكم المسلم اختلف هؤلاء بين مجيز ومانع وكلاهما استدل بواقع من التاريخ الإسلامي فالذي أجاز استدل بأن الحسن بن علي بن أبي طالب تنازل سنة 41 هجرية عن خلافته بعد مبايعته ببضعة أشهر من أجل وحدة المسلمين حتى سمي ذلك العام عن الجماعة للتئام الأمة بجناحها الشامي والعراقي لكن الفقهاء لم يلتفتوا لهذه العلة بل رتبوا الجواز على تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه يعني جواز وليس وجود أما الذين منعوا فقد استدلوا بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما طلبه الثوار عليه بالتنازل عن الخلافة ولم ينظر هؤلاء المانعون إلى الواقع إذ إن المطالبين كانوا أقلية بسيطة وما كانت لهم حجة ولا صلى لها بأهل الحل والعقد ولو استجاب لها ستصبح سابقة يتبعها مسلسل من الثورات والفتن التي تطيح باستقرار الأمة وحدتها لأنه لن يوجد حاكم يكون محل إجماع الأمة جميعا حينها ولسيما كلما كبرت مساحة هذه الأمة وتعد الزمان بها عن مرحلة صدر الإسلام ورجاله الميامين وبدعوة اتباع السلف وقع هؤلاء الجامدون في تبعية حالة بينهم وبين التنزيل العصري للقرآن لأن الاتباع كما أسلفنا يكون بمعرفة الدليل مع مناسبة الموقف أو الحكم لظروف عصرنا أما انعدام الدليل ثم اختلاف الظروف يجعلان من هذا الأمر تبعية عمياء لاتباعا مبصرة ولو كانت هذه الفكرة مستوردة من السلف الصالح حتى لأن انتماءها للسلف لا يمنحها قداسة أو عصمة إذ كل إنسان يوخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما بلغه على سبيل التشريع أما النتيجة الخامسة والأخيرة من عواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات فهي الخلط بين الاكتباس المفروض والذوابان المرفوض إن الموقف من الغرب أحد محطات الاختلاف والصراع بين تيارات المسلمين في هذا الزمان وهي نتيجة أخرى من النتائج المرة للخلط بين الثوابت والمتغيرات فالتيارات التقليدية ترفض الاستفادة من الحوارة الغربية نتيجة خلطها بين التفاعل الحواري المشروع والغزو الثقافي الممنوع إذ أن كل ما يؤثر سلبا على أي ثابت من ثوابت الأمة هو من الغزو الثقافي ومن الولاء المحرم أما ما يساعد على تطوير الحياة في ضوء الظوابط الاجتهادية المعروفة في مناطق المتغيرات فإنه من التفاعل الحواري المطلوب لأن الإسلام يأمر بالاستفادة من أصحاب العلم والخبرة والدراية وقد استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العلوم النافعة والخبرات الإيجابية عند العرب الجاهليين وعند الرومان وعند الفرص وكذلك عند أقوام غيرهم وفي الطرف الآخر وإلى ذلك السبب وقع التغريبيون في ذات المشكلة عندما دعوا المسلمين إلى الاستفادة من الحضارة الغربية بدون غربلة وإلى الاكتباس بدون فلترة خالطين بين الاكتباس الذي قد يصل إلى مرحلة الوجوب من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وبين الذوبان المرفوض دينا وعقلا ومنطقا وواقعا إذ لم يثبت التاريخ أو يثبت التاريخ أن أمة وصلت إلى ذروة الحوارة نتيجة تقليدها لغيرها لأن الثقافات والظروف والتجارب والعادات متباينة ولا سيما في دائرة الأصول كيف وقد أوبحت أصول الإسلام وتجارب المسلمين طيلة قرون هذه الحقيقة هذه الحقيقة التي أسلفناها عزيزي التالس تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة وقد تناولنا فيها تعليل الجمع بين الثوابت والمتغيرات وعواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر ونجدنا المناسب قبل أن نختم هذه الحلقة وضع بعض التدريبات المتعلقة بما جاء فيها نأمل أن توفق في الإجابة عنها وبإذن الله سنستعرض الإجابة عنها في الحلقة المقبلة بمشيئة الله تعالى والتدريبات هي السؤال الأول أذكر مصالح الجامع بين الثوابت والمتغيرات السؤال الثاني من عواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات الخلط بين الإبداع والابتداء وضح ذلك عجز الدارس نأتي وإياك إلى ختام هذه الحلقة ونأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى والتي ستكون أو سيكون عنوانها مظاهر الأمية الفكرية نأمل أن تحضر لها إلى ذلك الحين نستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة